لم تقف عند الحدود اللبنانية انتدت إلى العديد من المناطق الأراضي الفلسطينية الحدود السورية داخل إسرائيل نفسها حتى وصلت إلى إيران إذن كان هناك العديد من التدعيات نحاول أن نقلب بعض صحفحات هذه التدعيات من خلال هذا اللقاء مع الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية جماعة قناة السويس صباح الخير يا دكتور زي ما قال أحمد لبنان وتدعياتها على المنطقة لكن هنبدأ الأول بلبنان هل خمدت النار في لبنان يعني في ظل استقراء الأوضاع الحالية في ظل ما يمكن أن يسفر عليه المشهد اللبناني نستطيع أن نقول أن في بعض الأحيان أن الحرب لم تنتهي بعد في بعض خاصة إذا كان إسرائيل تحاول أو الغرض من عملها العدواني في لبنان يعني ليس مسألة الأسرين هو إحداث فتنة داخل المجتمع اللبناني من خلال أو محاولة يعني جعل المجتمع اللبناني أو القوى اللبنانية التي تضغط على حزب الله لنزع سلاح حزب الله الحديث الآن يتمحور حول إمكانية إصدار قرار أخر من مجلس الأمن يعني هذا تكتل تقود الولايات المتحدة لإصدار قرار بنزع سلاح حزب الله وخاصة يعني أن القوات الدولية بدأت يعني في الإفادة أو الوصول إلى الأمم المتحدة فالولايات المتحدة ترى أن من شأن إحداث أو صدور قرار من مجلس الأمن بهذا قد يكون أمرا من وجهة نظرها طبعا قد يكون أمرا يسيرا خاصة أن القوات الدولية متواجدة في الجنوب اللبناني لكن بالفعل يعني أنا نستطيع من خلال المشاحنات التي بدأت تظهر على السطح اللبناني خاصة في ظل تصريحات مثل تصريحات وريد جنبلات أو تصريحات سعد الحرير كل هذه الأمور قد تزيد المسألة تأزما خاصة إذا حاولت القوى اللبنانية الضغط لنزع أسلحة حزب الله فأنا أستطيع أن أقول أن الحرب لم تنتهي بعد الحرب يعني المعرقة كما تردها الولايات المتحدة أو تردها إسرائيل هي معرقة داخلية وليست معرقة موجهة بين إسرائيل وبين قوات حزب الله خاصة بعدما فشلت إسرائيل في تحقيق غيها في لبنان ولكن في رفض من سوريا لوجود قوات دولية على الحدود بينها وبين لبنان وقد يثير ذلك أزمة أيضا حول وجود القوات الدولية يعني أنا أرى أن الرفض السوري له ما يورره بالفعل يعني حدث سواء من وجود النظر القانونية أو من وجود نظر العلاقات الدولية يعني القرار 17-01 لم يتطرك لوجود قوات على الحدود بين سوريا ولبنان خاصة لم يتطرك إلى وجود قوات دولية هذا شأن من أعمال السيادة الداخلية بين لبنان وبين سوريا خاصة أن حتى مجرد تهديد الكيادة السورية بإغلاق الحدود بينها وبين لبنان إذا تم نشر قوات دولية هذا أيضا ينصرف من أعمال السيادة الداخلية لكل دولة مطلق إذا كانت الحكومة اللبنانية لها مطلق الحرية في طلب نشر قوات دولية على حدودها مع سوريا فسوريا إذا كنا نتحدث عن أعمال السيادة فسوريا لها مطلق الحرية أيضا في غلق حدودها مع لبنان لكن هذا ينعكس بتداعياته السلبية على الشعبين اللبناني وعلى الشعب السوري لكن سوريا يا دكتور إلى الآن ووفقا لما يراه الجميع حتى اللبنانيين أنفسهم لم تتعاون مع لبنان فيما يتعلق بموضوع مزارع شبعة خصوصا وأنها اعترفت مجرد اعترف سوري بأن هذه أرض لبنانية لكن لم تدخل معها في التفاصيل يعني سوريا قالت أنني سوف يتم حسم هذا الأمر إذا انسحبت إسرائيل من مزارع شبعة الآن الأمر يعني ما زال في يد إسرائيل كان هناك حديث عن تسليم مزارع شبعة لقوات من الأمم المتحدة وقوات دولية حتى يتم البدت النهائي وحتى تقوم سوريا بتسليم خرائط النهائية لترسيم الحدود بينها وبين لبنان يعني أنا أظن أن القضية ليست قضية مزارع شبعة مزارع شبعة يعني هي شيء يطفع على السطح يخفي خلفه أشياء وأبعاده أخرى يعني القضية قد تكون مزارع شبعة هي نوع من محاولة إثبات أن هناك قضايا عليك بين إسرائيل وبين سوريا خاصة مسألة الجلان يعني قضية الجلان لم تحسن ولا يمكن التكاهن يعني متى تحسن في أمسحة يعني أنا أعني أنه سوريا لم تكن متعاونة في بعض الأشياء لكي يتم الآن وضع ما تراه في ما تعلق بمطاقه والدوية يعني من الطبيعة أن لا تفترض المثالية في تصرفات أو في سلوك أي دولة أو في سلوك أي كذا سياسي يعني العلاقات الدولية تقوم على المناورات وعلى الأخذ وعلى الرد وعلى قوة الضغوط ليست المسألة مسألة تعاون أو مسألة علاقات دولية حينما نتحدث عن تعاون فلماذا نتجاهل الطرف الصيون الذي يعني لا يعرف كلمة التعاون لا تريد في القموس السياسي أو في الخطابة السياسية لديه فبالفعل يعني طبعا من الطبيعة أن يكون هناك أشياء أو أوه النقد يمكن توجه إلى القيادة السورية وهناك أشياء يعني بالفعل يمكن أن نلتمس للقيادة السورية العزر فيها لأن بالفعل أوراق الضغط لدى سوريا أوراق محدودة سوريا هي الحلقة الأضعف في مواجهة الصراع العرب الإسرائيلي لا إيران تستقوي بإيران الآن يا دكتور يعني هناك محاولة أمريكية الآن لعزل سوريا عن إيران من خلال محاولة تفعيل المصاري السوري الإسرائيلي جديد بالفعل يعني سوريا الآن تظن أنها في موقف أقوى خاصة بعدما اختارت انعزلت عن المحور العربي والضحقت بالمحور السوري لكن بالفعل يعني في بعض الأحيان يعني نستطيع لا يمكن أن نلوم الأطراف كليتا أو دولة ما كليتا لأنها بالفعل قد ترى أن من مصلحتها في الوقت الحالي الاستقواء بالموقف الإيراني لفترة ما لكن أنا أشك بالفعل أن تكون إيرانا بالفعل يعني سندا قويا لسوريا تستطيع من خلالها سوريا أن تحصل على أن تحصل على أراضيها لكن هو بالفعل هي المناورة وليست المصالح الحقيقية إذا تحدثنا بلغة المصالح الحقيقية أن إيران قد تستخدم سوريا أيضا للاستقواء به يعني لقيام جبهتين خاصة أن إيران لديها مشاكل عالقة مع الولايات المتحدة وهناك أزمة مرتقبة لم تكشف بعد يعني لم تصفر عن وجهها بعد لما تسألت الملف أنه الإيراني ونحن بصدد حديث عن قرارات دولية سوف تصدر هذا الأسبوع يعني التصريح بتاع رئيس الإيراني بارح قال أنه لا يهدد إسرائيل من كل التصريحات اللي قبل كده تحدث عن أنه إسرائيل ومجازرها وما ترتكبه يعني ما هذا التحول ولماذا الآن؟ يعني أنا أظن أنه أيضا يدخل في إطار المناورات السيسية خاصة أن أحمدي نجاد في الفترة الماضية منذ قرابة شهرين أو أكثر يعني أصدر تصريحات عدائية شديدة ضد هذا الكيان وقال أن هذه المحرقة أجزوبة وإذا كانت حدثت فهذا زنب تتحمله أوروبا وتتحمله النمسا وألمانيا الآن يعني الحديث عن يعني يبدو أن إسرائيل أو أن الغرب بالفعل يتصيد التصريحات يعني هو بالفعل أحمد نجاد نستطيع أن نقول أنه قارئ جيد للأحداث يعني فهو بالفعل يعني وحاول أن يعني يراشد من التصريحات العدائية قليلا حتى تمر مسألة يعني حتى لا تكون التصريحات في حد ذاتها هي المحاك والتي يمكن استياضه من خلالها ثم بعد ذلك يعني يعني يتغطي على مسألة البرنامج النووي الإيراني هل ينجح؟ لا طبعا بالفعل يعني سواء كانت تصريحات ودية أو تصريحات عدائية هذا لن يغير من الأمر شيء يعني إسرائيل أو الولايات المتحدة لا تعني كثيرا بالتصريحات والمجتمع الدولي نفسه لا يعني كثيرا بالتصريحات وخاصة إذا كانت تصريحات من قبل يعني قادة الدول الشرق الأوسط عموما يعني بالفعل هم يعني لديهم تصورات بأن هذه التصريحات تصريحات مراوغة يعني تخفي أشياء يعني أو يعني ستائر تخفي أشياء أكثر يعني خطورة فبالفعل يعني هذه التصريحات سواء كانت صعدة في التصريحات أو خفف من وطأ التصريحات فهذا لا نجدش هناك برنامج نوع إيراني هذا البرنامج نوع إيراني بالفعل يتربص به المجتمع الغاربي والولايات المتحدة طب دكتور يعني حضرتك ذكرت أنه الولايات المتحدة بتسعى الآن إلى استصدار قرار لنزع سلاح حزب الله وكلنا نعلم أنه هذا الحزب هو ذراع من أذرع إيران في المنطقة ماذا عن الذراع الأخرى وعن حماس في الأراضي الفلسطينية المحتلة هل يمكن أن يحدث بالفعل ما يسمى بحكومة وحدة وطنية داخل فلسطين الآن؟ أنا أستطيع أن أقول أن قدرة حماس في فئة المقاومة بالفعل قد يعني دربت في بعض الأحيان دربت في مقتل خاصة مع إنغماس حماس في تشكيل حكومة فلسطينية حكومة السلطة في ظل احتلال هذا ما لم يكن ينبغى أن يكون الحكم والسياسة يعني هو شيء مطمح إذا كان هناك استقلال لكن في ظل وجود احتلال وفي ظل وجود قواعد اللعبة في اليد الإسرائيلية فلا معنى لتشكيل حكومة فلسطينية يعني حكومة أو سلطة فلسطينية ليس لها مقاومات أي سلطة الآن الحديث يعني قد يكون بالفعل هناك يعني ما أصفرت عنه يعني الأعمال الإيجابية للمقاومة اللبنانية بالفعل هو بالفعل تحريك الموقف يعني أو حالة الموقف الإسرائيلي شيئا ما خاصة أن إسرائيل بالفعل يعني أيقنت أن ما يسمى بأمن إسرائيل لن يتحقق في ظل يعني هذا التصعيد الإجرامي من إسرائيل ضد السواء ضد الشعب الفلسطيني أو ضد الشعب اللبناني يعني قد يكون هناك يعني إعادة للحديث عن تفعيل دور سياسي هذا الدور السياسي أيضا يخدم طبعا يخدم إسرائيل لن نتصور أن تكون إسرائيل يعني أكثر إيجابية في تعاملها مع الفلسطيني لكن ما بالفعل يعني طارى أن يعني السير في مصارين مصار العنف الذي تسلكه ضد الشعب الفلسطيني ثم بعد ذلك مصار التفاوض إلى أجل غير مسمى يعني لا نتوقع أيضا أن يصفر التفاوض عن شيء إلا إذا استند إلى قوة دولية بالفعل يعني سواء قوة من الروب المتحدة كف يعنين جايوا في حركة يعني إذا كان هناك نية بالفعل من الإدارة الأمريكية لتفعيل هذا الملف أو لعادة إحياء ما كان يسمى بخارطة الطريق مرة أخرى فبالفعل قد يكون وخاصة أن هناك زيارة من توني بلير أيضا إلى المنطقة وتوني بلير من أحد الأطراف الذين تبنوا مسألة خارطة الطريق فقد يكون هذا من التأثيرات الإيجابية للمقاومة اللبنانية هو تحريك الملف الفلسطيني مرة أخرى دكتور جمال سلامة أستاذ علوم السياسية جماعة قناة السويس شكراً لك وصباح لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك